موسيقى ملك حمد العالمي للتعايش السلمية وقال الدك يورك إن النموذج البحريني للتعايش والسلام نجح في تقليم تجربة يحتذى بها على مستوى العالم ويجب على الجميع أن يتعلم منها من جهته قال معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين في المملكة المتحدة إن البحرين مجتمع متعدد الديانات يحتوي على مدل مختلفة تتعايش بسلام وتناغم وتفاهم مضيفا أنه يتم في البحرين بناء أكبر كنيسة في الجزيرة العربية على أرض من ناحة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة من ناجاتها قالت نائب رئيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ورئيس جمعية هذه البحرين بيتسي ماتسيون إن الجمعية نقلت إلى عدد من عواصم العالم فلسفة جلالة الملك المفدى نحو عالم يتعايش في أجواء من الألفة والمحبة بعيدا عن التعصب والتشدد والكرهية ولهذا تم تجشين كرسي باسم حضرة صاحب الجلالة في جامعة لاسبنزا لتدريس الحوار والسلام بين الأديان هذا وقد تم عضو فيديو عن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي قلعة وينت سورة الملكية التي احتضنت تعريف مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي كانت شاهدة على زيارة جمعية هذه هي البحرين بدعوة ملكية خاصة من قبل سمو الأمير البريطاني الذي أكد أن بلاده لديها الكثير لكي تتعلمه من البحرين في مجالات التعايش والتسامح هذه المناسبة نتيجة لبعض ما دار في زيارة الأخيرة لمملكة البحرين هذه القيام والمبادئ كان والدي في هذا القصر قبل أكثر من خمسين عاما يقوم باحتضانها بل وكان يعمل بشكل مشترك مع مملكة البحرين وتبني كل ما يتعلق ببناء أرضية مشتركة للتعايش والحوار ما بين الأديان الجميل أن البحرين اليوم وهي صغيرة في حجمها لكن اليوم أصبح العالم يتعلم منها وقد أخذت زماما مبادرة من خلال مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وباتت تجربتها ذات ميزة تستحق أن تظهر أمام الجميع تنوع ديني وعرقي وثقافي شارك في هذا اللقاء للاطلاع على التجربة البحرينية والمساهمة في تعزيز الأفكار والأهداف المشتركة هذه الندوة كانت فرصة لمملكة البحرين أن تعرض تجربتها الغنية في مجال التعايش السلمي والبحرين من خلال زيارة الأمير أنرو السابقة أعجب بهذه التجربة وأراد أن المجتمع البريطاني أن يرى هذه التجربة وهي فرصة للبحرين أن تعرض تجربتها وخصوصا أن جاءت الملك حفظ الله ورعاه أنشأ مركز عالمي للتعايش السلمي وهذا المركز الملك حمد اليوم قدم نموذج عن ما تقدمها مملكة البحرين لمختلف الديانات الموجودة في مملكة البحرين ولا شك أن هذه اليوم شفنا تجربة البريطانية الغنية وكيفية الاستفادة منها ولكن الأهم أنهم أعجبوا بتجربة البحرينية وأرادوا أن يستفيدوا منها أيضا برامج متعددة تقيمها الجمعية على هامش زيارتها لقاءات تعريفية وندوات تثقيفية كل ذلك من أجل ترويج قيمها النبيلة كان شرف لي حضور هذه الفعالية وأرحب بكل الأصدقاء الجدد من مملكة البحرين الذين عرضوا تجاربهم المميزة على جميع المستويات الحقوقية والإنسانية ومن هذا المكان نحن بالتأكيد نسأل تحقيق طموحاتنا سوية أنا سعيد بلقاء مجموعة كبيرة من مختلف الأديان كالمسيحية واليهودية والهندوس وغيرهم بمملكة البحرين رائع هذا التنوع الثقافي والحضاري قد عرضنا اليوم تجربتنا الخاصة في مسائل التعايش إذ أن الاختلاف في الملل والضوائف لا يضر مع وجود أسس التعايش المبنية على السلام والمحبة وذلك ما جئنا به فعلا هنا في هذا المكان رفع صوت الوحدة ودقت أجراس السلام وشهدت قلعة وينسر هذا التجمع الإنساني الذي جاء من كل ديانة وملة حتى ينقش نهجه في لوحات هذا العالم كافة لتلفزيون البحرين صالح يوسف اشتركوا في القناة